تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 135 طن وتم ضبط قرابة 16 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع فتم ضبط قرابة 109 أطنان كما تم ضبط 10 أطنان أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء أما في مجال قضايا المخابس تم ضبط 717 قضية من بينها 160 قضية خبز نقص الوزن و122 قضية خبز غير مطابق للمواصفات هذا وطم ضبط 19 قضية في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 297 طن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر